السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الابتدائي أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات الترم التاني طبعا انتوا عارفين ان احنا بدأنا فيديوهات الترم التاني وبحطها لكم برضو في قيمة التشغيل في القناة قيمة تشغيل مكتوب عليها الصف الثالث عشان ما تدوروش على الفيديوهات بتاعتكم تلقوها كلها متجمعة وطبعا الكلام ده بالنسبة برضو الحبيبي اللي اول مرة يشوفونا في القناة أتمنى يا رب تكون فيديوهات بتعجبكو أتمنى قبل ما نبدأ الفيديو تشتركوا في القناة اللي ما اشتركش ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا اشعار بكل جديد ان شاء الله الفيديو الأخير اللي فات احنا اشتغلنا listen to three الدرس التاني والتالت مع بعض النهاردة ان شاء الله هنشتغل listen four الدرس الرابع نبدأ الفيديو باسم الله listen four صفحة 41 عايز اقول لكم ان listen four مليان كلمات كتير وفيه grammar برضو فيه language functions وظائف لغوية هنعرفها وهشرح حلقه بس تابعوني لحد اخير الفيديو نرى الاول الكلمات كلمات الدرس الرابع بتركز على المواد الدراسية زي لغة المانية German موسيقى ميوزيك علوم ساينس ركزوا معايا في الحتة ديت كتابة writing احنا عارفين ان يكتب يعني ايه حبيبي write منتهية ب e w r i t e مفيش ing دي يكتب لما اجي اقول كتابة بضيف ing للفعل يعني لما باجي احول الفعل لاسم بحط ing طبعا ريت عشان منتهية ب i بشيل ال i الاول وبعضين احط ing زي مثلا play بلي يعني ايه يلعب اقول اللعب او اللعب احولها لاسم احط ايه شطرين ing يبقى عشان احول الفعل لاسم وحط له ing عارفنا بقى ان دي كتابة ليه جاية من كلمة يكتب تمام نقرأ بقى من الاول كده جيرمن رايتنج ماس ميوزيك ساينز انجليش جيوغرافي جيوغرافي يعني مادة الجغرافيا arabic بي اي اختصار كلمتين physical education اللي هي تربية بدنية اللي هي الالعاب بتاع مادة الالعاب التربية الرياضية اللي بتلعبوا فيها بتنزلوا وتلعبوا فيها في البلي جراوند في الحوش اسمها بي اي physical education البي اختصار physical والي اختصار education art اللي هي مادة الرسم art social studies social studies يعني دراسات اجتماعية piano listen piano listen درس البيانو reading بصوا نفس القصة بتاعة writing كتابة reading يعني كراءة جاء من read يقرأ تمام حطت لها ing بقيت كراءة الصفحة اللي بعدها صفحة 42 في كلمات تانية هنقرأها برضو هتتحفظ عشان اللي بيسألوني نحفظ ايه كلمات اللي انا قارتها تتحفظ في صفحة 41 والكلمات دي برضو تتحفظ قبل يعني before قبل يعني before طبعا لو انتم مش عارفين اللي مش عارف عكسها بعد after 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 طبعا يبقى قبل يعني before وبعد after آلة موسيقية musical instrument musical instrument طيب وجبة غدا lunch after noon وقت الظهيرة اللي هو بعض الظهر الساعة مثلا واحدة اتنين الظهر كده اسمه after noon finish يعني ينهي finish ينهي حوالي around يعني اقول حوالي الساعة تلاتة اقول ايه around three clock around three يعني حوالي الساعة تلاتة morning صباحا morning صباحا day off يعني يوم اجازة او عطلة احنا عارفين ان كلمة day يعني يوم ازود لها off day off يعني اجازة homework واجب منزلي homework نادي رياضي club كرة طيرة volleyball volleyball يبدأ start يبدأ يعني start عكسها كلمة هنا خدناها من شوية هنا نهاردة finish اهي يبقى finish عكس كلمة start دي تمام كده يبقى كلمات الدرس الرابع كلها ارينها تعالوا بقى لما نشوف language اللي هي في الدرس صفحة 45 طبعا احنا بنركز انتم عارفين في الفيديو على الاجزاء المهمة جدا زي الكلمات وزي language grammar القواعد وزي ان احنا بنحل لتدريبات انما لو محادسة او كده انتم بتقروها عادي مع نفسكم ولو في اي حاجة انتم محتاجين بتكتبوها لي في التعليقات برضو هناخد ايه في grammar او language function في الدرس النهاردة كلمة هو هو يعني من للعاقل هو يعني من للاشخاص بصوا معي كده اقول ايه من اللي بتلعب آلة موسيقية من اللي بتلعب a musical instrument من اللي بتلعب آلة موسيقية او بتاعزفها الآلة موسيقية فقالت له سارة تمام كده طيب هنا بتقول مين اللي بيخلص مين اللي بيتناول غدا قبل الآخرين هو has lunch lunch دي يعني وجبة الغدا before قبل لسه ايليها في الكلمات the others the others دي يعني الآخرين طيب فقالت لها قال لها مين آدم تمام كده هو يبقى هو لما تيجي في اول السؤال معناها من للعاقل تمام طيب تعالوا ما اقول لكم انا مثلا سؤال من عندي اقول ايه اقول آآ مين اللي بيرعب مين اللي بيشاهد التلفزيون دلوقتي هو هو ها ها is watching tv now طيب مين اللي آآ بيساعد منتو في البيت هو helps his mother ها وز housework بين اللي بيساعد منتو في عمل البيت يبقى كلمة هو لما بجبها في الاول جملة معناها من للعاقل طيب تعالوا معي حبيب نحل تمارين كده على الدرس الرابع طبعا هنا في نجمة فاضية هيت هنحط فيها رقم الكلمة فريدي يعني الجمعة فين الجمعة هنا او يبقى حط هنا number one number two music music فين الفرقة اللي بتعزف موسيقى اهي يبقى number two هنا سري ماس رياضة ها رياضيات يبقى حط هنا سري وهكذا تمارين اللي تحت جملة وفيها اقواس بين جوه الاقواس ثلاث كلمات باختار منهم واحدة المناسبة للجملة طيب ها ده سؤال اه مين اللي بيلعب موسيقى او بيعزف موسيقى الصبح انزا مورنج في الصباح هنا يبقى هو استواخدنها يبقى اختار هو تمام اي بلاي ولا ستارت ولا ميك سكول ات اتو كلوك ها ببدأ المدرسة الساعة تمانية ميك سكول ما مش حاجة اسمها ميك سكول غلط ولا في حاجة اسمها بلاي سكول يبقى استارت استارت يعني يبدأ اي جوتو زا تو بلاي فوليبول انا بروح ايه بالعب هناك فوليبول السينما لا طبعا ولا سكول تبقى ايه كلاب النادي اي دو دوز دوينج ماي هومورك افتر سكول بعمل وقب بعد المدرسة اي دو دو تبعين كده طب التمريلي اللي بعد كده بكتب عاوز من هنا ايه بقى نقرأ العنوان عشان نعرف هو عايز ايه write a sentence under each picture اكتب جملة تحت كل صورة بتناسبها طيب بقولك هنا يوم الحد وجيب لك كتاب مكتوب عليه جيوجرافي الجغرافيا او دراسات الاجتماعية وهنا يوم الاربع بلعب رياضة بلعب بيانو او بعز فعل بيانو نعمل جملة ازيه حبيبي احنا قلنا ايه درس جغرافيا يعني ايه جيوجرافي لسن طيب عايز اقول انا يوم الحد باخد درس جغرافيا اي هاف جيوجرافي لسن اون صندي اي هاف جيوجرافي لسن ان اون صندي تمام يوم الاربع هكتبها لكم ايه حبيبي ركزوا معايا كده اي هاف جيوجرافي اي انا هاف جيوجرافي لسن اون صندي قبل الايام بيجيب حرف الجر اون طيب هنا عايز اقول بعز بيانو هم الاربع اي بلاي بيانو اون وينس دي بالنسبة لحبيبي اللي بيكتبوا لي في التعليقات بيقولوا لي اكتبي انا بكتب الحاجات اللي محتاجة تتكتب يعني تمرين زي ده لازم اكتبه تمام انما لو تمرين زي ده اختر ما انا بقول لكم على الايجاب تمام تمرين زي ده اوصل او اختر برضو اختر الايجابة الصحة وحطها مكانها مش محتاجة انما هنا بصوا معايا كده انما هنا ده تمرين محتاجة اكتب فيه بقى لازم اكتب فيه تمام طبعا عارفين طبعا ايام الاسبوع صد دي دي يعني الحد وينس دي يعني الاربع تمرين اللي بعد كده ويفينش سكول ات سري احنا بنخلص مدرسة او محتاج منك علامة صحة او خطأ جوه الدايرة اللي في الاخر هنبص على الصورة ونقرق جملة ويفينش احنا بننهي او بنخلص مدرستنا الساعة تلاتة دي الساعة كم يا حبيبي تسعة يبقى غلط احط هنا علامة غلط نمبر تو زي جوتو زا كلاب هم بيروحوا النادي زي جوتو زا كلاب هم هنا بيروحوا النادي ولا بيأكلوا بيأكلوا في البيت فواكه وحاجات يبقى ايه غلط يبقى احط هنا علامة غلط هنا انا ما عنديش مدرسة يوم السبت ايام السبت وهنا جايب لك يوم السبت يبقى صح احط هنا علامة صح التمرين اللي بعد كده كلمات حروفها ملخبطة اهي معايا كده دي كلمة ايه سكول اس سي اتش او او ال طبعا احنا مش هنحل التمرين دي غير لابنحفظ الكلمات تمام كده طيب طب دي كلمة ايه لانش الغداء واجبة الغداء ال يو ان سي اتش طب ديت لابسين هدوم معمل ووقفين في المعمل بيعملوا تجربة يبقى صاينس مادة العلوم اس سي اي اي ان سي اي مادة العلوم طبعا موجودة في الكلمات بعد كده البنكتوشن فاكرينوا الترم الاول شرحنا كتير علامات الترقيم الضمير اي اللي هو انا بيبقى كابتل في جميع الاحوال بصوا في اول الجملة او في نصها او في اخيرها اي ده بيبقى كابتل يبقى اي كابتل وبعدين فرنش مادة دراسية فرنش الف كابتل وفي الاخر احط نقطة تمام كده حبيبي بكده يبقى احنا خلصنا شرح الدرس الرابع كله وحلينا عارتة مارين كاملة اتمنى تكونوا استفدتوا يا رب وتعملوا شير للفيديو لايك وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته